وريا الثرى بعد ظهر اليوم الجمعة بمقبرة قرب الحي الجامعي بمقاطعة جليزة تابعة لمدينة مراكش جثمان الطالب الراحي الحمزة الذي لفض أنفاسه الآخرة بمقهى بالحي الشتوي بعدما تلقى رصاصة في الرئس جنازة الضحية حضره العشرات من المواطنين وطلب كليات الطب وعدد من المسؤولين يتقدمهم عبد الفتاح البجيوي والي جهام الراكش ورئيس المجلس الجماعي محمد العربي بالإقايد ورئيس جامعة القاضي عياد عبداللطيف الميروي وعدد من رجال القضاء والمستشارين الجماعيين ومن مسجد بالقرب من ألح الجامعي بالمدينة الحمراء انطلقت الجنازة بعد صلاة الجمعة ترحم على الطالب حمزة الذي كان يتابع قيد حياته دراسته العليا بكلية الطب في عاصمة النخيل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا